فلا أتفر كلمات ألا إليك إني يا أليك بخانك إني كنت من الوالدين ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم اليوم نتوقف عند محطة مهمة ما بين أعلام دولة التلاوة وهو فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي شيخ سيد متولي ربما ما لا يعرف عنه الكثيرون بأنه من أول القراء الذين ذهبوا إلى شرائط الكسد فترة التمانينات والتسعينات كانت من أكثر القراء الذين لهم مبيعات في السوق سواء كان في مصر أو في العالم العربي لتسجيلات قراءة القرآن الكريم وبالتالي كان التحاق بالإزاعة المصرية كان متأخر أو متأخر جدا حتى عام سبعة وتسعين ترجمة نانسي قنقر سيد متولي معبرا تعبيرا صادقا عن صوت الريف وهو أحد رواد التلاوة القرآنية كان صاحب صوت قوي بديع اشتهر صوت السيد متولي بأحبال صوتية قوية وبصوت رخيم وبقدرة فائقة على التلوين مع دقة التجويد رحم الله الشيخة السيد متولي صوت الريف برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلا بكم صاحب الفيديو أهلا وسهلا بكم مرحبا أهلا بحضرتك الشيخ سيد متولي الحقيقة هو فريد في ظروف عصره في الحداسة اللي كان يعني ممكن منها وممكنت منها تلاواته وكمان في نشأته فأرجو حضرتك يعني نلقي ضوء حول هذه النشأة وازاي أسرت في شخصيده كقارئ الأقران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا فعلا الشيخ سيد متولي فريد ومتميز وكل شخصية بتتميز بصفات معينة وبكفاءات معينة بتجعلها أقرب إلى قلوب الجماهير لكن احنا عندنا الشيخ سيد متولي موجود 1947 في الفدادنا صحيح وده معناه أنه يعني خلاص بقى إيه ده رفعت سابق مات الخمسين والشعشعي هيجي هنا في الخمسينيات يعني خلاص خلصت الجيل الأول اللي هو بنتكلم عنه ودخلنا في جيل الوسط لكن فيه بالرغم من التميزات فيه قدر مشترك بينهم القدر المشترك هنا مع سيد متولي هو حفظ القرآن 1947 اتولد أبوه و أمه عايزين ويحفظ القرآن أبوه ما كانش يعرف فيه ويكتب لكن كان يفهم في الأصوات كويس وعايز ابنه يطلع يعني صيد صيد مش بس قارئ لا صيد يعني حاجة حاجة حلوة كده فأمانت الله فالأم وهو في بطنها وهبيت الربين سبحان الله فالشيخ سيد لما ولد سنة 47 هو تحت المراقبة و العناية ولذلك أول ما وصل إلى خمس سنوات يعني بين سنة 52 ذهبت به إلى المحفظة مريم روزيق السيدة والشيخة مريم روزيق بتخلينا نكشف عن جانب آخر يمكن ما ذكرناهوش قبل كده وهو المحفظات من أهل القرآن المحفظات من أهل القرآن والحمد لله بالعالمين إلى الآن موجودين وأنا بكلمك كده والشيخة مريم ساعتها هي في العقد الثالث من عمرها يعنيها خلاص الرابط على 30 لكن ضر بصرها فجعلت هذه رسالتها أنها تحفظ الأولاد القرآن وتحفظ الكبار وتحفظ الستات وتحفظ الرجالة وتحفظ السبيان والبنات رسالة خلاص يعني انقطعت لذلك الانقطع والتخصص ده مهمة قوي في المدرسة المصرية ما بيشغلوش بالهم بحاجة تانية خلاص القرآن يعني القرآن نحفظ يعني نحفظ نحفظ يعني نحفظ السيدة الشيخة مريم رضي الله تعالى عنها أمد الله في عمرها لغاية ما ماتت بنت تسعين سنة سنة 2007 فالشيخة مريم اتولدت في السنة فأكبر منه بتاع 30 سنة يعني زي أم أمه بقى ابتدت إيه تاخده من إيده وتؤديه للشيخة مريم تاخده من إيده من عنده الشيخة مريم وكده الشيخة مريم رأت في سيد متولي الطفل المعجز بيحفظ كويس بينطأ كويس سريع البديهة فحبت هذا الطفل وراعته وكان تملي هو يذكر هذا الفضل ويقول لولا الشيخة مريم ما ذهبت وما جئت هي اللي حفظتني هي اللي علمتني هي اللي ربتني هي كل حاجة الشيخة مريم وده الوفاء الذي تتميز به أيضا دولة التلاوة في مصر يحبوا مشيخهم أوذي الشيخ قد يضرب على نظام العصر بتاعه الشيخة قد تقصه ولكن في النهاية حب أقولك حب فضيئة أكيد طبع ما بين الشخص ويشيل الجميلة لهذا الشيخ أو الشيخ نعم لما جات بقى سن المدارس دخل المدرسة فبتقعد مدرسة استغلوه احتفال ولا فيه يوم كذا ولا في الإزاعة المدرسية وقاتوا الشيخ سايد كل يوم يقرى في المدرسة كل يوم يقرى في المدرسة وتحت رعاية وعناية الشيخة مريم برضه هو أتم بقى أتم الحفظ أتم الحفظه عنده تسع سنين عاش في المدرسة بقى اللي الاربع خمس ست سنين ده هي وجه عند التاسعة وسب المدرسة متوجها وجهة الشيخة مريم علشان يتبت ما احنا قلنا فيه حفظ وبعدين فيه تدبيت وبعدين فيه أحكام وبعدين فيه قراءات فهو راح عمل حاجات ذات كده هو ومع الشيخة مريم اتعلم الحفظ وعندها عمل تدبيت وهو عنده لغاية ما وصل لنشر سنة وبرضه الأحكام وابتدى يقرأ وربنا رزقه بواحد كان اسمه فضيلة الشيخ طه الوكيل وطه الوكيل ده هو علمه ورش عن نافع قراءة المغاربة وإحنا هنا بنقرأ حفظ عن عاصم فهو تعلق قوي بورش عن نافع ده قراءة جميلة الحقيقة بره يقول لك إيه أتاني الهوى قبل أن أعرف أن أعرف الهوى فألف قلبا خاليا فتمكنا فحب إيه رواية ورش عن نافع ودي عملت له مشكلة بعد كده إنه لما جه بقى يسجل في الكاسة وكذا ومسجل بورش قالوا بقول لك إيه روح اتقن حفظه وتعلن وده مش الزوء المصري في كلام أيوة ده صحيح فيه أحكام لجمع القراءات جمع القراءات في مجلس واحد اختلف فيها الشيخ هناك مسعود الجنيني مع الشيخ أبو بكر الحداد من خلف الحسين اختلفوا ده في العشرينات بقى نعم فهل نجمع القراءات هل واحد يعمل كده ويقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين يجمع القراءات ولا ما يجمعش ولا ده في حالة التسميع بس فالشيخ الحداد كان رأيه الآيات البينات في منع جمع القراءات ما يخوتش القراءاتين على بعض ما ندخلش القراءاتين على بعض الشيخ الجنيني ومعه أغلب القراء المصريين قالوا لا ده جائس وهو وارد وكل حاجة ما فيش مانع منه يعني وكانت بقى هي دي نقشات اللي كانت دايرة فيه العشرين سنة الأولى من القرن العشرين والكتب بتاعتها مطبوعة ده وده موجودة وكل حاجة وعارفينها الناس فالمهم الحاصل إن سيد متولي راح بقى أتقن حفصة علشان يعمل بعد كده الانتشار بتاعه طيب أستاذن حضرتك نشوف مرحلة الانتشار وهنا قصتي قصة الكست وقصة الإزاعة اللي اتأخرت لسنة سبعة وتسعين رغم أنه كان بيرا من الخمسينات فنشوف المرحلتين دول في حياته ونرجع إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك أرجوكم خليكم معنا هذا هو الشيخ سيد متولي صوت قرار عميق يبدأ بقرار بات ثم سرعان ما يذهب إلى منطقة الوسط إلى الراست لا يذهب إلى النهوان بكثيرا هو واضح أنه لا يعشق هذا المقام ثم يصعد إلى الدرجة الثالثة من مقام الراست وهو مقام الهزام الذين يقولون عنه السيكة ويبدأ بجمل نغمية في هذا المقام ثم يصعد بنا إلى جواب جواب السيكة وينزل فجأة إلى قرار هذا المقام كان يتميز الشيخ سيد متولي بالإحساس هناك بحة فريدة في صوته تشعر أن المستمع ينتظرها متى سيقولها أين في أي كلمة فضيلة الشيخ السيد متولي الصوت القوي العملاق ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أعطو عنا واغفر لنا وارحمنا في ساعة استجابة وبدعوة صادقة من أب وأم تمنوا أن يرزقهما الله تعالى بغلام يوهبوه لخدمة كتاب الله عز وجل استجاب لهم الله ووهبهم شيخنا الجليل السيد متولي فضيلة الشيخ سيد متولي رحمه الله تعالى كان روحه طيبة جدا وتعامله ولطيف معنا جدا وكان بعملنا كأننا أصحابه يعني مش أب وابن كان بينصحني دايما لأننا أتقن تلاوة كتاب الله عز وجل وأراعي قواعد التجويد جيدا وأراعي الله سبحانه وتعالى في تلاوة القرآن الكريم وبكتاب قرية الفدادنة بمحافظة الشرقية بدأت أولى خطوات الشيخ في طريق الله عز وجل لينطلق صوته من مسجد الرحمن بالشرقية ليملأ سماء مصر دولة التلاوة وبعد سنوات طويلة قضوها الشيخ في خلمة كتاب الله تعالى وكلماته كان هناك لقاء جديد مع معلمته الأولى وصاحبة الفض عليه في حفظ كتاب الله تعالى حيث سكنت روحه الطاهرة بجوار الشيخة مريم رزيق خادمة القرآن الكريم بالفدادنا مرحب بحضرتكم مرة تانية مشاهدين الكرام وبجد ترحيبي بفضيلة العالم الجليل الأستاذ أبو دكتور عليكم أهلا بكم صاحب الفضاء أهلا وسلم أهلا بحضرتك فضل الشيخ سيد متولي كان اتأخر في الاعتماد في الإزاعة لحد سنة 97 كان بقى عنده 50 سنة تقريبا نعم كمان هو كان زي ما بيقولوا كده واحد من نجوم الكاسة من القراءة يعني كان قراءاته وتلاواته كان دايما على شروعة الكاسة كان أشهر واحد خارج الإزاعة خارج الإزاعة يعني كالو بيقول ما ناش عايز الإزاعة ناش عايز الإزاعة بوزع برا الإزاعة فهو راح سجل وزي ما بقول لحضرتك عمل كاسة قالوا له لا يعني خليك ايه عايزين حفصة عن عاصم تتقنها شوية راح أتقن حفصة عن عاصم وراح الإزاعة بقى 97 لقاهم مجتمعين كلهم وتخض من الاجتماع ده واللجنة زي ما قلنا قسمين قسم للقرآن وأحكامه وقسم للموسيقى ومقاماتها وكده كل واحد سأله سؤال في الفن بتاعه أو في التخصص بتاعه ما سيبيهوش وفي الأخب نجح لكن استشعر إنه عايز يتقوى في أسماء المقامات وبيجيبها لكن بيجيبها وماش عارف هو ده إيه يدخل بياتي وبعد إن يروح للحجاز يطلع على السيكة مش عارف الصبع النهوان لكن مش عارف إنه ده إسمه نهوان بالفطرة كده وبالصليقة وبالسماع وبالممارسة فربنا خصص لي واحد كان اسمه محمود الأبونية محمود إيه الأبونية اسمه كده محمود الأبونية طبعا الأبونية دي بتطلق تطلق في مصر على الاشتراك الاشتراك اللي في الأوتوبيس ولا في المترو ولا كذا إلى آخر فمحمود الأبونية علمه كويس الأسماء دي ممكن دي على فكرة تكون الإحجام الأول أنا راجل بقى مشهور والناس بتطلبني وكل الدنيا عرفاني وعملت كاسة وانتشر وبعدين هيروحوا يحرجوني ويقولوني حاجات أنا مش عارفها دا ممكن يكون إجابة على سؤال حضرتك اللي هو بيقول هو إيه اللي أخروا للحكاية دي فده كان يعني شزارات من رجل عظيم وأداء تميز وتعلم علم معلم نفسه لكن كان تمالي يشيد بستنا الشيخة مريم التي أخرجت من تحت يدها يعني إيه مئات بالألاف واضح من الحفظة وهو في ميزان حسناتها يوم وإيامة يا رب إحنا بعد ما جاءنا العثمانيون اختلف الحال يعني لما ننزل لابن حجر العسقلاني 852 هجرية ميت المشيخة بتاعته فيها 52 شيخة يعني هو علمه حد هو تلقى العلم عن مشايخ كتير مضبط لكن من مشايخ كتير دي 300-400 شيخ في 52 شيخ أخذ عنهم العلم مباشرة أخذ عنهم العلم ويشير إلى هذا أستاذنا الله يرحمه علي عبد الواحد وافي في تاريخ الأصل له الكتاب بيقول فيه علي عبد الواحد وافي إحنا وإحنا أدركنا وإحنا شباب كان هو في العقد التاسع من عمره إحنا كان عندنا عشرين وعلى خمسة وعشرين ساعة هو كان في هذا لكن أدركناه والحمد لله فكان يذكر أن الأظهر كان فيه السبتة الشيخة صباح في الأسكندرية رحمه الله تعالى شهدة أستاذتنا كلنا في سند الخط العربي لازم تلاقي شهدة طلقت كده كريمة دمشقية في سندنا كل العالم يقول سندك للبخاري هتطلع كريمة دمشقية فكنا عايشين في حضارة غامرة وده اللي بيذكره بنا الشيخ مريم ويذكرنا بيه ويحييه في أنفسنا سيد متولي رحمه الله تعالى آمين يا رب اللهم آمين شكرا جزيلا في فضيلة الدكتور عليكم شكرا لك شكرا جدا شكرا موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة 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 تحدث الأمان خاصة في الصفر قال أبو الحسن القزويني من أراد صفرا ففزع من عدو أو وحش فقرأ لإلاف قريش فإنها أمان له من كل سوء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر